موسيقى تحية طيبة وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين نشرة مفصلة تأتيكم من العراقية الرياضية فأهلا بكم رئيس اتحاد الكرة يستقبل عضو لجنة الشباب ورياضة البرلمانية موسيقى وعماد محمد يؤكد عودته لقيادة منتخب الشباب بعد انتهاء فترة العقوبة موسيقى بغداد تستضيف نهائيات الدور الممتاز لكرة الياب لتحديد بطل المسابقة موسيقى موسيقى أهلا بكم استقبل رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال عضو لجنة الشباب ورياضة البرلمانية عادل الركابي قال درجال إن لجنة الشباب ورياضة البرلمانية تقدم جهدا كبيرا لخدمة الرياضة من خلال تقديم الدعم اللازم للاتحادات الرياضية المختلفة بشكل عام وكرة القدم على وجه الخصوص من جهاته عبر عضو لجنة الشباب ورياضة البرلمانية عن سعادته بهذه الزيارة مؤكدا إنها تأتي في إطار العمل على تكثيف التواصل مع كل الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد كرة القدم الذي يعمل على توفير المناخات الإيجابية لمنتخباتنا قبل الاستحقاقات الرسمية والمقبلة أكد مدرب منتخبنا الوطني للشباب عماد محمد عودته من جديد لقيادة المنتخب بعد انتهاء فترة العقوبة المفروضة من قبل الفيفا والبالغة ستة أشهر وقال محمد إن فترة العقوبة المفروضة عليه من قبل الاتحاد الدولي قد انتهت وسيعاود مهام تدريب منتخب الشباب استعدادا للتصفيات الآسيوية وأضاف أن منتخب الشباب سيدخل في معسكر تدريبي لمدة أسبوع بتايلند ومن ثم المشاركة في التصفيات الآسيوية التي تستضيفها الكويت في مجموعة ضمة الكويت وتيمور الشرقية وماكو إلى ذلك يواصل منتخبنا الشبابي تحضيراته للدخول في تصفيات كأس آسيا رغبا في أن يكون رقما صعبا في البطولة تفاصيل هذا التقرير مع الزميل أحمد عودة تحضيرات مبكرة خطوة سار عليها منتخبنا الشبابي لتحقيق نتائج ملبية لطموح من خلال التدريب والاستعداد الجيد في المعسكرات التدريبية أعتقد وصلنا للجاهزية إن شاء الله التامة خاصة مشاركات الخارجية التي شاركنا بها ضمن المنتخبات الأولمبية والغرباسية كان أداءنا عالي والحمد لله أثنوا علينا الناس المتابعين والمسؤولين على المنتخب صراحة مشروعنا كمنتخب شباب موضوع حراس مرمى أنه مثل ما برز حسين وراح للمنتخب الوطني عدنا حارسين أو ثلاثة جاهزين إن شاء الله لأن ركزنا باختياراتنا على مواصفات الحارس الدولي إحنا كنا ثقة باللاعبين الموجودين واللاعبين اللي كانوا يجون أو المتواجدين فريق إن شاء الله جاهز إن شاء الله رح نظهر بمظهر يعني يليق بسمعة العراق يليق بثاني آسيا صراحة المهمة صعبة على أعتقنا يعني مطالبين اليوم إحنا بالفوز بكأس آسيا إن الوحدات التدريبية الخاصة بالمنتخب تشكل طابعا معنويا كبير هذا ما عزاه الكادر التدريبي لإفتقارهم إياه مؤكدين في ذات الوقت إنهم بحاجة إلى الدعم بكل جوانبه جرينا مباراة تودية قبل الدخول في التصفيات في معسكر في البصرة الحمد لله شكر كان معسكر متميزة نعتبره لدينا ثقة كبيرة بلاعبين إن شاء الله في هذه التصفيات الكل يعرف أننا منتخبنا خلال الموسم الماضي أحرز ثاني على آسيا وصعد إلى كأس العالم في الأرجنتين لدينا ثقة كبيرة ككادر تدريبي المتمثل في الكابتن عماد محمد إن هذا الفريق إن شاء الله رح يوصل إلى أبعد مدى إن شاء الله في التصفيات نعاني من مسألة جدا مهمة وهي عدم حصول على ملعب حقيقة يعني الآن نتدر في ملعب أمانة بغداد مشكورين هيئة الإدارية إنه وفرنا الملعب يوم نتدر في ملعب الجامعة مشكورين نادي الطلبة في ملعب الزورة مشكورين ملعب نادي الزورة يعني يوميا شوفنا في ملعب هذا أمر نعتبره يعني غير جيد للمنتخب وشوفنا الآن أدواتنا اليوم نشوفها في ملعب في مكان ونتنقل من مكاننا أتمنى أنه يكون للمنتخبات الوطنية ملعب خاص للتدريب تحضيرات مبكرة وبكتيبة مكتملة الصفوف وحسب قناعة المدرب عماد محمد الذي أعلن عن جاهزيتها لخوض غمار المنافسات الآسيوية للذهاب بعيدا إلى الحلمي المنديالي للعراقية الرياضية أحمد عودة بغداد بدأت لجنة التراخيص في اتحاد الكرة جولتها الميدانية على أندية دور نجوم العراق من محافظة السليمانية إذ ستطلع اللجنة على الملف الخاص بنادي نوروز على أن تتابع ملفات الأندية الأخرى في إقليم كردستان على وفق جدول معد بشكل يومي بين الأمس واليوم اختلف واقع التراخيص في دورنا مواكبة آخر التطورات التي تعنى برخصة المشاركة في المسابقات وأخذها خطوة كبيرة من المحلية إلى الآسيوية ألقى بضلالته على سهولة عمل لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم هذا الموسم التي فتحت النظام لدعوة الأندية للبئد بعملية تحميل ملفاتها التي تندرج ضمن المعايير الأساسية الخمسة الموضوعة لهم بدأنا عملنا منذ فترة مبكرة استعداد الموسم المقبل ان شاء الله الفين وارب وعشرين الفين وخمس وعشرين بداية وزعنا اللوائح التراخيص المصادق عليها من قبل المعدة من قبل دائرة التراخيص والمصادق عليها من قبل المكتب التنفيذي في اتحاد كرة القدم على الأندية قرار واضح اللوائح واضحة أي نادي عنده قضايا مالية يعني مكتسبة لدرجة قطعية من قبل لجنة الشؤون اللاعبين في الاتحاد العراقي لكرة القدم ستكون هذه الأندية مطالبة بتزديد هذه الديون يوم غد ان شاء الله ستكون هناك زيارة للجنة التراخيص من أجل الاطلاع على ملاعب ومقرات الأندية لجنة التراخيص ركزت كثيرا على معيار البنى التحتية الذي من خلاله ستقوم بجولة تفقدية للأندية المشاركة لمعرفة آخر مستجدات ملاعبها والملاعب التي ستنضم حديثا إلى دورنا فيما ركزت أيضا على المعيار المالي وضرورة تزديد كافة المبالغ المالية التي بذمت الأندية للأجهزة الفنية والإدارية لا سيما اللاعبين الذين كسبوا قرارا لصالحهم من قبل لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد مطالبة الأندية بضرورة إكمال عملية رفع الملفات في موعد أقصاه العاشر من شهر أيلول المقبل البدئي بتدقيق تلك الملفات من ضمن الشروط اللي يجب أن تتوفر بمشاركة النادي بالدوري هو وجود ملعب جيد وملعب يعني يكون مناسب لخوض المباريات شوف لحظ نحن الموسم الماضي كانت أكو ملعب عليها الكثير من علامات استفهام لكن لجنة التراخيص وضعت حد لهذه الأمور وطلعتها عن الخدمة شاهدنا هناك فرق كبير يعني بالدوري العراقي كالصحفيين مكان جلوس الصحفيين توفير الانترنت مكان الزون قامة المتاملات الصحفية قبل المبارات بعد المبارات كل هذه الأمور هناك فرق هذا دليل يعني تطور عمل التراخيص وجود الشاشات وجود الدخول منظم الملاعب الجماهير هذه أكو الصورة إيجابية عن الكرة العراقية انسيابية عمل لجنة التراخيص وتعاون الأندية معها هي أقصى ما يبحث عنه الجميع لإضافة المزيد من الجمالية لدورنا لا سيما العمل الاحترافي الذي نطمح للوصول إلى أعلى ذروته تمهيدا لما هو قادم وأهم أحمد الهارف العراقية الرياضية بغداد بوتيرة متسارعة يواصل فريق النفط تدريباته الصباحية والمسائية تحضيرا للموسم المقبل من دور نجوم العراق أرشد العطار ومعه التفاصيل تواصل أندية نجوم العراق تحضيراتها للموسم المقبل ومنها النفط الذي وصل بفترة إعداده للأسبوع الثاني بوتيرة متصاعدة قبل خوضه لمعسكر خارجي الأسبوع المقبل بعد أن يكمل قائمة لاعبيها المتبقية منها فقط اللاعبين المحترفين وصلنا إلى نهاية الأسبوع الثاني إن شاء الله أكو بصراحة استجابة كبيرة من قبل اللاعبين الحمد لله والشكر يعني دا نشوف المستوى البدني الفريق بدأ يرتفع الاستجابة بشكل ممتاز اندفاع اللاعبين وحرصهم بشكل مميز معسكر الآن إن شاء الله نهاية الأسبوع القادم لأنه تعرف إذا ما يكمل عدد اللاعبين والفريق يعني من الصعب قامة معسكر تدريبية المعسكر سيكون إن شاء الله خارجي نخوف خلال المعسكر يعني وضعنا برنامج المعسكر خلال أربع مباراة تجربية لعب النفط أكدوا على تركيزهم العالي خلال الوحدات التدريبية الصباحية والمسائية مبينين أيضا عن طموحهم وتقديم مستوى يليق بهم وبناديهم في الموسم المقبل سيما وأن الفريق يضم الآن عناصر جديدة تعمتلك جودة الكافية عندنا لاعبين جيدين وكادر جيد الحمد لله جاينا نتمرن صبح وعصر ومستعدين جيدين عندنا لاعبين محترفين إن شاء الله لتحقهم الفريق وإن شاء الله يكون موسم جيد يليق بسمنا وكادر التدريب والنادي كادر تدريب جديد وغلب اللاعبين جدد نتمنى التوفيق لهذا النادي لاعبين على مستوى عالي بالفريق وكادر عادل استغطى بلاعبين جيدين واتمنى لهم التوفيق إن شاء الله شهر واحد متبقي تقريبا لانطلاق دور نجوم العراق وعنديتنا وصلت بتحضيرتها إلى الذروة التي ستعكس نجاح فترة الأعداد في انطلاق المنافسات العراقية الرياضية أرشد العطار هذا ويواصل فريق نفط ميسان وحداته التدريبية استعدادا للموسم الكروي المقبل ضمن دور نجوم العراق المزيد من التفاصيل مع الزميل محمد الشبلي دورة تدريبية مسائية يجريها نادي نفط ميسان على أرضية ملعب الشهداء من أجل تطوير القدرات البدنية والفنية ضمن المنهاج التدريبي للنادي لضمان تحقيق أفضل النتائج مع قرب انطلاق منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم نحن بدنا المعسكر التدريبي منه بوحدات تدريبية صباحية ومسائية ويتخللها بعد قاعات المسبح وقاعات حديد وإن شاء الله لدينا معسكر خارجي خارج العراق بدولة تركيا هم تتخللها مباراة تجريبية قبل المنافسات بدنا تحضراتنا للموسم الجديد موسم دور المحترفين بوحدات تدريبية صباحية ومسائية استعداد الدوري أيضا استقرار الكادر التدريبي للنادي هذا شيء إيجابي بالأضافة إلى استقطاب بعض المحترفين ولاعبين المحاوضات نسعى هذا الموسم أن نكون رقم صعب بالدوري تعاقدات جديدة أبرمتها إدارة النادي مع عدد من الوافدين المحليين والأجانب لتعزيز صفوف الفريق في أهم المراكز والمداورة بين اللاعبين في حال تعرض بعضهم إلى الإصابة والإرهاق البدنية مع طول فترة الدوري واشتداد المنافسة بين الأندية المشاركة اللاعبين تم اختيارهم من قبل الكادر التدريبي وكذلك بعد التشاور مع الهيئة الدارية كان دور كبير للهيئة الدارية بتوفير كافة الأجواء المناسبة للاعبين بإقامة المعسكر التدريب وكذلك بإجراء التمارين قبل المعسكر والدخول بمراحل الدوري نجوم العراق حافظنا على لاعبيننا الركاز المهمة بالفريق بعد ذلك أضافت اللاعبين محترفين صار الاتفاق أنه يكون من داخل الدوري العراقي المميزين بالدوري العراقي فلوقع الاختيار أنه أولا البقاء على كابتن الفريق أبو يوسف اللي احنا نحب اللقبة بعد ذلك أليكسندر مو غريب على نادينا يعني تشان موجود عندنا بنادينا استقطبنا من نادي الحدود ماثيو لاعب نادي الميناء داود لاعب نادي الكهرباء عثمان لاعب نادي اتحوك وتأمل الأوساط الرياضية في محافظة ميسان أن يبدأ فرسان المملكة بداية موفقة في دور نجوم العراق لكرة القدم مع التأكيد على المرونة في استيعاب التحديات التي تواجه الفريق في الموسم الكروي للرياضية العراقية محمد الشبلي ميسان رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم الحضر عن نادي القاسم الرياضي ليتمكن من تسجيل لاعبيها الجدد بشكل رسمي وقال المدير الإعلامي للنادي نوفلت جنابي أن الإدارة تمكنت من رفع الحضر المفروض على تسجيل اللاعبين من قبل الفيفا بعد دفع ما بذمة النادي للمحترف الأردني الذي تعاقد مع النادي الموسم الماضي مضيفا أن الإدارة أغلقت ملف الأردني محمود جمال بشكل نهائي سجل اللاعب العراقي إبراهيم بايش أول أهدافه خلال أول مباراة يخوضها مع نادي الرياض في الدور السعودي وهذا وحسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما مباراة الوحدة والرياض ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة وأقدم لاعب منتخبنا الوطني إبراهيم بايش مستوى جيد في اللقاء حيث حصل على تقييم مميز توجه فريق قلعة تلعفر ببطولة أندية أقضية محافظات أو محافظة نينوى والتي توجهت بفوز على نادي الأمواج بثلاثة أهداف لهدف بحضور جماهيري وإعلامي مميز اختتمت على أرض ملعب نادي الأمواج الرياضي في مدينة الموصل بطولة الشباب الكروية والتي نظمها اتحاد كرة القدم فرعو نينوى المباراة النهائية جمعت بين شباب الأمواج الرياضي ونادي شباب قلعة تلعفر قيم اتحاد كرة القدم التابع للجنة الأولمبية في محافظة نينوى بطولة المحافظة للشباب قد اشترك في هذه البطولة 12 نادي يمثلون محافظة نينوى ما نشاهده اليوم هو المباراة النهاية ما بين قلعة تلعفر وما بين نادي الأمواج الرياضي نتمنى لكل الفريقين الموفقية والنجاح حضرنا اليوم هذه المباراة النهائية العرس الكروي لقيم الاتحاد الفرعي بطولة الشباب المتقدمين قلعة تلعفر ونادي الأمواج الموصلة الرياضي نتقدم شوط الأول قلعة تلعفر نتيجة 2 صفر نتمنى الناديين التوفيقين إن شاء الله يعوضونه في شوط الثاني شكرا للاتحاد الفرعي شكرا لكل ساهمة بهذا استطاع نادي شباب قلعة تلعفر أن يحسم المباراة لصالحه بثلاث أهداف جميلة مقابل هدف واحد لنادي شباب الأمواج والذي توجه بطلا لدور شباب أندية نينوى أداء جيد طبقنا واجبات المدرب داخل الملعب الحمد لله والشكر وتمكننا من الفوز على نادي الأمواج مبروك للنهار لك من نادي الأمواج تمكننا من تسجيل هدفين بالشوط الأول وضفنا هدف بالشوط الثاني بعد تغييرات اللي أجراها الكادر التدريبي شاركة 12 نادي في البطولة واستمرت ما يقارب 28 يوم الهدف من البطولة هو دعم الأندي الرياضية بالشباب وكشف المواهب لديهم والاتحاد الفرعي في كتل قدم سباق إلى كشف المواهب البطولة تهدف إلى تنشيط الحركة الرياضية الشبابية في نينوى وتسطيط الضوء على المهارات والقدرات الرياضية لدى الشباب واكتشاف القدرات والمهارات الفنية لدى اللاعبين الشباب وضمهم إلى الصفوف الأولى للأندية للرياضية العراقية عماد الأمين الموصل أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة عن تغيير اسم الدور الممتاز إلى دور المحترفين للموسم المقبل وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي أن الاتحاد قرر تغيير اسم الدور الممتاز بدور المحترفين مبينا أن الاتحاد حدد إقامة قرعة دور المحترفين يوم الجمعة المقبل في الثلاثين من الشهر الحالي في العاصمة بغداد وضاف العميدي أن الاتحاد رفع عدد الأندية المشاركة إلى أحد عشر ناديا بعد أن كانت في المواسم السابقة عشرة أندية وهي الدفاع الجوي والكرخ والشرطة ودجلة جامعة وزاخو والحجر الشعبي والحلة والكهرباء وغاز الشمال ودرب اندخان والتجارة أوقعت قرعة البطولة الآسيوية السابعة والعشرين لأندية أبطال الدوري للرجال نادي الكرخ لكرة الياض في المجموعة الأولى وأفد مراسل العراقية الرياضية أن قرعة البطولة والمقامة في قطر أوقعت نادي الكرخ في المجموعة الأولى رفقة الريان القطري والكويت الكويتي والشارق الإماراتي والشباب البحريني قررت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة الياض إجراء نهائيات الدور الممتاز في بغداد نهاية الشهر الجاري قال رئيس الاتحاد أحمد رياض أن اللجنة حددت يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لإقامة المنافسات في بغداد لتحديد بطل الدور الممتاز مبينا أن أربعة أندية تأهلت رسميا لدور النخبة من الدور الممتاز وهي السليمانية والفتوى والناصرية وفريق القاسم مشيرا إلى أن المنافسات هي لتحديد المراكز بين الفرق الأربعة التي تأهلت لدور النخبة العراقي للموسم المقبل يواصل منتخبنا الوطني في فعاليات البليارد والسنوكر تدريباته من أجل المشاركة في البطولة العربية والتي تستضيفها العاصمة الصعودية الرياض للفترة من العاشر ولغاية العشرين من شهر كانون الأول المقبل بمشاركة أبطال اللعبة والمصنفين الدوليين حيث خضع اللاعبون إلى العديد من الاختبارات التفاضلية من أجل اختيار القائمة النهائية للمزيد من الأخبار وإبداء الهراء والملاحظات يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب انستجرام شكرا لكم لكرم المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة